ده حمدي فاتحي اللاعب المصري الوحيد اللي بيجيت ببراعة انه يلعب في كل مراكز الملعب في قلب الدفاع وفي قلب النص وفي المراكز الهجومية افضل ديفندر في مصر بيسجل بالراس وافضل ديفندر في مصر بيعمل تكملة هجومية وافضل ديفندر في مصر بينقذ مرمى وبيشيل كور خطيرة من على خط المرمى هنتكلم عن لعيب هو واحد من نجوم مباراة القاضية وواحد من افضل ان لم يكن الافضل في مباراة بيرن ميونخ ومباراة ريال مدريد في يوم 13 يناير مسم 2019 تعاقد النادي الاهلي مع حمدي فاتحي من نادي امبي في صفقة ليست جماهرية وغير متوقع لها بالنجاح لعيب اهم مزاياه ان هو بيقدر يستخلص الكرة من المنافس بشكل مميز وبيقدر ان هو يحافظ عليها بالاضافة كمان لتميزه في التسجيل بالراس ولكن بقى مع الاهلي حرفيا كان بيطلع نار من بقه بيسدد بمنتهى الدقة وبيستخلص بمنتهى المعلمة ولكن اهم مزاياه بقى كانت الادوار التكتيكية فكرة انه بيعتمد عليه في قلب الدفاع وهو بيلعبها بالشكل العظيم ده كانت مفاجأة كبيرة اداءه وقتها كان يحببك في الطريقة دي تحس ان انت عايز الاهلي يلعب تلاتة وراء عشان تتفرج على حمدي بهدوءه وبروقانه وبثقته الكبيرة جدا حمدي فتحي الماني دالع في باير ميونخ اما بقى على المستوى الهجومي فكان فيه شيء جديد وتطور كبير جدا يحسب له ويحسب لمارسل كولر الراجل اللي اصبح لما بيحب يعمل حركة تخلينا نهاجم او نعمل خطورة على المنافس بقى بينزل مهاجم ومعا مين؟ حمدي فتحي على سبيل المثال في مباراة الرجاء نزل شريف وحمدي ولان شريف مراقف اكتر على اعتبار ان هو المهاجم فكان فيه خدعة مبنية على حمدي وقدر ان هو يسجل هدف بوعي تكتيكي عظيم جدا يعني هنا عامل مسلس هجومي زي ما قال الكتاب مع محمد شريف وبرسي تاو والجميل بقى ان ده شيء بقى بيتكرر بسهولة وكأنه في الاصل مش ديفندر ولعب جناح وده بان في انه هو عنده كمية مع الخط الهجومي ومش انه هو راجل غريب ديفندر كده جاي من نص الملعب بالعكس هو لعب مهاجم زي وزيهم سواء مع تاو والشحات وكهربا يعني عامل هنا نفس المسلس مع كهربا والشحات وهنا حمدي هو اللي بيسجل انسجام كبير مع الخط الهجومي وخصوصا مع سين الشحات اللي في الطبيعي انه هو يلنك مع تاو ومع كهربا مع شريف انما انه هو يلنك مع حمدي فتحي وتبقى بينهم كيميا كبيرة كده ويصنع له اهداف وتتكرر زي قدام بيراملز وقدام الزمالك كانت ملحوظة جديدة من المزال مهمة كمان عند حمدي فتحي بخلاف مميزات الديفندر العادي انه ما سابش ماتش كبير الا هو عمل فيه اداء كبير وعلى مدار الماتش كله مش مجرد انه هو بيعمل لقطة او اتنين يعني هنا في مباراة بيراملز بيستخلص الكرة مرتين من اتنين لعيبة مختلفين وبيخلي الاهلي يروح بهجمة وفي نفس المباراة بيلقس كرة هدف وفي نفس المباراة بيسجل هدف الفوز يعني تقريبا ما سابش حاجة الا وعمالها وعلى سبيل المثال كمان في مباراة القاضية وقت ما الناس كلها كانت اعصابها بايزة وشايفين ان ده مطش العمر ونهاء القرن والكلام ده كانت دي اعصاب حمدي فتحي في المباراة بص يا بشا بص بيستخلص الكرة ازاي تحس ان هو بيلعب مع ولاد اخته اما بقى قدام الريال فنزل في اخر نص ساعة عمل توازن كبير جدا كان بيضغط وبيستحيد الكرة بشكل ممتاز زي ما عمل في اخطر فرصة للاهلي اللي هي بتاعة افشا حمدي ان البداية كان هو اللي قطعها اما بقى اخر مزايات ان هو لعيب محترم ومركز في الملعب فقط ومش بتاع لقطة ولا بتاع شوق ان شاء الله نحتفل النهاردة وبكرة ونقفل عشان عندنا مطش مهم كمان اسبوعين حمدي فتحي عمره حاليا 28 سنة ولعب الموسم الحالي 29 مباراة سجل 4 وصنع 4 وبشكل عام فلعب معانا 146 مباراة سجل 14 وصنع 9 وفاز معانا بعشر بطولات اثنين افريقيا واثنين ثلاث العالم واثنين سوبر افريقي واثنين سوبر محلي وكاس مصر والدوري وحاليا موقفه ان كولر متمسك بيه جدا ورافض رحيله والادارة موافقة ومرحبة جدا برحيله علشان الاستفادة المادية فحب اعرف رأيك في حمدي فتحي وهل متطفق ان هو يمشي ولا حابب ان هو يكمل مع الاهلي وما تنساش كمان تعمل لايك وشير وفلو على الفيسبوك وسبسكراب على اليوتيوب وتقول لي عايز ملخص عن مين وشوفاك في فيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر